السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو لسه بتحتاري تعملي أكل ايه كل يوم النهاردة هقدم لكم وصفات متنوع ومختلفة فيها الاقتصادية إلى حد ما ان شاء الله تستفيد من الأفكار اللي فيه كل الوصفات اللي معي النهاردة عملتها معاكم قبل كده بس هشرحها شرح سريع وهسيب لكم كل الروابط في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان توصلي لأي وصفة بكل سهولة بس قبل مبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لأول مرة بتشوفوا قناتي وتعالوا نبتدي على طول الوصفة الأولى معايا هتعملي أحلى فراخ مشوية هتدقيها في حياتك بتدبيلة ولا المطاعم بدون فحم ولا دخان هتعمليها في البيت ولا أجدحاتي أوعدك بعد الفيديو ده استحالة تشتريها من برة تاني عملت تدبيلة حلوة للفراخ في الخلاط عبارة عن طمط مياية بصلاية متوسطة فلفلاية 2 فص طوم معلقة كبيرة كاتشاب معلقة كبيرة سويا سوس معلقة كبيرة دبس رمان 3 معلقة كبار زيت معلقتين كبار خل والبهارات نص معلقة زغيرة حبهين مطحون فلفل أصمر بابريكا ورق رورة ومعلقة زغيرة زعتر و7 بهارات ضربتهم مع بعض في الخلاط وتبلت الفرخة كويس جدا وسبتها في التدبيلة لمدة ليلة كاملة لو أنت مستعجلة هتسيبيها لمدة ساعتين على الأقل وبعدين حطتها على شبكة على صنية وضفت في الصنية شوية مياه مغلية وباقت تدبيلة ودخلتها فرن ساخن الفراخة تستوي من الفرن ومن البخار اللي طالع من المياه وسبتها في الفرن لحد لما استوت واخدت اللون الحلو بتاع الشوية روعة في منتهى الجمال الوصفة التانية حلوة قوي وبعملها لما كون مستعجلة وعايزة وفر في الميزانية عبارة عن صنية بطاطس بس عمليها بطريقة حلوة قوي جبت البطاطس سلقتها وهرستها كويس وضفت عليها شوية مطيبات عبارة عن مكعب زبدة معلقة زغيرة ملح معلقة زغيرة فلفل أصمر نص معلقة زغيرة نعناع مفروم وجبنا شيدر مبشورة وعملت حشوة لحمة مفرومة في طاسة ضفت اللحمة وقلبت فيها لحد لما لونها تغير وضفت عليها بصرة مفرومة وطوم وفلفل ألوان وطماطم متقطعين زغير وصلص الطماطم ونص كباية مية والبهارات وسبتها لحد لما تستوي فردت البطاطس في الصنية وضفت عليها الحشوة ووزعت على الوش جبنة متزرلة وبس كده ودخلتها فرن ساخن جميلة جدا سهلة وبسيطة واقتصادية هتعجبكم إن شاء الله الوصفة الثالثة معايا نوع من أنواع المقبلات حلوة قوي لما بنقدمه جنب الأكل عملت السنبوسة بحشوات حلوة قوي ما أرمشها من برا والحشوة في قلبها في منتها الجمال أنا عملتها بحشوة اللحمة المفرومة وحشوة الجبنة وحشوة شورمة الفراخ روعة طعمها فوق الخيال يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو بنزله إن شاء الله وعايزاكم تشجعوني علشان أقدم لكم وصفات جديدة وبعد إذنكم يا أحلى إخوات في الدنيا كلها مشاهدة الفيديو فضلا وليس أمرا لإني بتعب فيه جدا وما بلاقيش مشاهدات خالص شايفين السمبوسة قد إيه حلوة مقرمشة ومش شربة زيت أتمنى تجربوها هتعجبكم بإذن الله الوصفة اللي معايا بعد كده أكلت سمك حلوة جدا هقولك إزاي تشوي السمك في البيت بكل سهولة من غير لمدخنة ولا دخان بجيب السمك وبنظفه وبشيل الأمعاء بتاعته وبعمله تدبيلة حلوة عبارة عن توم وخله وفلفل أحمر وأغضر وعصير لمون وكمون وملح وكزبرة نشفة بضربهم مع بعض في الكبة أو الهون وبتبل بيه السمك وبعمل خلطة بحش بيها السمك عبارة عن جذر مبشور وطماطم وبصل وفلفل أحمر وأغضر متقطعين زغير وبضيف عليهم معلقتين كبار من تدبيلة السمك وبحش السمك بالخلطة الحلوة دي وبعد كده ببطن السمك بالرد وبشويه في صنية بخليها بس لشوي السمك وبشويه على البوداجاز من فوق لبيدخن ولا أي حاجة باقي الحشوة بضيف عليها ميا وخل وعصير لمون وبتبل بيها السمك بعد ما يتشوي جربي طريقتي هتاكلي أحلى سمك مشوي في حياتك من إيدك الوصفة الخامسة وصفة سهلة وسريعة وخفيفة ومش بتاخد لوقت ولا مجهود هتعمليها في عشر دقيق بس حلوة قوي البوريك التركي على الطريقة الأصلية بسائل تشريبة مميز وحلوة قوي وأنا مستخدمة أوراق البوريك التركي لو مش متوفرة عندك هتعملي نفس الطريقة بأوراق الجلاش هيفوتكوا كتير لو ما جربتوش البوريك على طريقتي أسهل وأسرع صنية هتجربوها الوصفة اللي بعد كده فراخ بطريقة حلوة قوي عملت الفراخ المحشية بالخلطة السرية حاجة كده تشرفك لو عملتيها في أي عزومة والأهم من كده مش بتاخد وقت في التحضير يعني لا هتسلقيها ولا هتحمريها هتحشيها وعلى طول في الفرن هتسويها وعملت شوية رز مبهر بعد الفيديو ده مش هتبطلي تعملي الرز بالطريقة دي الفراخ روعة ما شاء الله مستوية ودايبة والرز مفلفل في منتهى الجمال آخر وصفة معايا من أكتر الوصفات اللي كلنا بنحبها وبنتجمع عليها هقولك إزاي تعملي بيتزة المطاعم بكل أسرارها بعجينة طرية وهشة بعمل عجينة البيتزة عبارة عن كبايتين دقيق معلقة كبيرة خميرة معلقة صغيرة سكر 3 معلق كبار زيت زتون معلقتين كبار زبادي ورشة ملح ومية دافية للعجن بعجن العجينة كويس وسبعة اخمر لمدة ساعة وعملت حشوة شويرمة الفراخ العجينة طرية ما شاء الله في منتهى الجمال هتبقي أستاذة في البيتزة بعد الفيديو ده أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الأفكار اللي قلتها واختاروا منها اللي نسيبكم في مينيو الأسبوع بتاعكم وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة واشوفكم على خير في فيديو جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة